بسم الله الرحمن الرحيم إذن الصيام فرض ومن أهم الفروض عندنا تمام وجميع الشرائع السماوية سواء المسيحية أو اليهودية كذلك بيصوموا حتى الحيوانات الدب القطبي الأفاعي بتصوم فإذن الصيام مهم جدا لتجديد نشاطنا لتجديد جميع أجهزة الجسم جميع أجهزة الجسم تستفيد من الصيام سواء الجهاز الدوري الجهاز التنفسي الجهاز الهضمي كل هذه الأجهزة تستفيد إسفادة عظيمة جدا من هذا الصيام وهو شهر واحد في العام وشهر كريم رب علينا وعلى كل الناس جميعا يا رب طبعا قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يتكونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوم خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريدوا الله بكم اليص ولا يريدوا بكم العصر ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليأمني به لعلهم يرشدون إذن الصيام ذكر فيه أكتر من آية في القرآن الكريم وجميع الشراء السماوية غير الدين الإسلامي نبهت على هذا الفرض المهم جدا الصيام طبعا له فايدة عظيمة جدا في معظم الأمراض المزمنة الأمراض المزمنة عندنا نوعين من الأمراض لو اتكلمنا عن الأمراض بصفة عامة فيه أمراض حدة وأمراض مزمنة لو اتكلمنا عن الأمراض الحدة اللي هي تاخد وقت بسيط جدا اللي هي مثلا بتيجي حاجات طرق كده للإنسان وممكن ما يفضرش معه على طول ولكن فيه بعض الأمراض المزمنة بتيجي بطريقة حدة في الأول زي السكر مثلا زي ارتفاع الضغط زي نوبات القلب اللي بتيجي فوقية طبعا أصبح الموت الفوجائي والنوبات القلبية وغيبات السكر انتشرت فيه هذه الأولى الأقيرة وهذه الأمراض طبعا مستحدثة يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى قال ومن كان منكم مريضا محددش لأن فيه أمراض طلع كتيرة جدا مكش موجودة في الأحض القديم أو مش موجودة من القدم أصبح دلوقتي أن فيه دار إفتة وفيه حاجات كل يوم شراء بتسين وفيه دار إفتة موجود والطبيب طبعا لازم يكون ملومة بكل هذه المعلومات على أساس أن هذا المريض هو يتردد عليه ومش هسك ألف كلمة الطبيب المعالج بتاعه ولازم بننبه دايما على جميع الإخوة اللي هم بيعانوا من أي مرض مزمن لازم يزور الطبيب قبل رمضان بفترة عشان ينصك معامل علاج ويشوف إيه العلاج اللي ممكن هيمشى عليه وإيه الطريقة ويهي نظام الأكل ونظام الغذائي في شهر رمضان لأن شهر رمضان طبعا بيقترب شوية عن بقية الأشهر خاصة في الطعام والشرب طيب إحنا لو قلنا الأمراض الحادة طبعا لو واحد مثلا جات له نازلة معوية تمام؟ فيه ترجيع فيه إسهال مغفو البط وحرارة عالية وبص الأبي كابر وعايز يصوم طيب أنت رجعت ما ينفعش الصيام أساسي تاني حاجة ممكن يحصل للجفاف إن الدينة يسر ولن يشد الدينة أحدا إلا غلبة ولا تركوا بأيديكم إلى التهلكة فإذن في هذه الحالة المفوضة الإنسان المغفوية بنازلة معوية حرارة عالية ودوقتي إحنا في جائحة كورونا ربنا يعدي الأزمة دي على خير يا رب وإن شاء الله يا رب يكون فيه لقاح قريب وعلاج شافي لهذا المرض كلها لحد النهاردة محاولات ولم يثبت أي لقاح شافي أو علاج واقع نهائي من هذا الفيروس وده بيبدأ بحرارة طبعا في 88% من الناس بيخش بعد كده الفيروس ذهب من فيروسات الجهاز التنفس بيخش على الرئتين وبيضمرها وبيخليها عاملة زي المية وبينوح وصوات الهوائية اللي هي فيها تبادل الغازات تماما بيملاها بالمية وبالتالي بيحصل ذرقين والإنسان ممكن يخش فشل في التنفس وفشل في القلب بعد كده تؤدي إلى الوفاء فالحمد لله نسبة الوفيات في فيروس كورونا اللي هو منتشر في هذه اللحظة حوالي 2% تقريبا يعني نسبة برضو بس مهمة جدا أننا نحن ناقي نفسينا طالما ما فيش علاج فعال أو لقاح واقع طيب ايه تاني من الأمراض الحادة أو النوبات الحادة الأزمة الربوية الحادة ده في بعض الأحيان طبعا بتيجي نتيجة الأزمة الربوية مزمنة بتلاقي المريض داخل داخل مثلا مش قادر يتنفذ عايز أكشجين عايز محالين بيحتاج أكشجين ومحالين وبعض اللي حين بيخش الرحاية خلاص ما يفضرش يكابر ويقول لك لأ ده أنا قادر ده أنا أخذ الباقيقة لأ لما بيخش النوبة الربوية الحادة أو الأزمة الربوية الحادة لازم في هذه اللاحظة بيخشين وممكن يحتاج محالين ويحددها لأ الطبيب بس همه جدا أنه هو ما يتكسلش ويقعد في البيت وقول لأ أكمل صيام لأ يقوم ويستشير الطبيب على طول بسرعة على أساس لو احتاج أنه وياخد محالين احتاج يخش الرحاية يبقى كده أنقص حياته تمام لو جينا نتكلم على الأمراض المزمنة بقى بصفة عامة طبعا عندنا أمراض المزمنة كتير جدا ولكن أشهرهم وأهمهم رقم واحد هو سكر الدم رقم اثنين أمراض القلب رقم ثلاثة أمراض ضغط الدم أمراض الكبت والجهاز الهضمي دي الأمراض المزمنة وأمراض الجهاز التنفيذي طبعا اللي هي السد الرأوية والرب والشعبي دول برضو من ضمن الحاجات اللي هي فعلا بتحتاج الإنسان يمشي على علاج مستمر وإكشجين وبخخات طيب لو جينا مثلا في القاعد العامة بالنسبة للسكر وقالنا بأمراض القلب في الصيام القاعد العامة في أمراض القلب إن المريض يصوم في أمراض القلب القاعدة عندنا إنه يصوم ولكن فيه برضو حاجات هنقولها المفروض هيفتر فيها القاعدة العامة في أمراض السكر المفروض المريض ما يصوم يفتر السكر طبعا عندنا نوعين النوع الأول اللي هم بياخدوا أنسلين اللي هم إيه بياخدوا أنسلين الصيام بالنسبة للناس دول خطر عليهم جدا والقاعدة في الناس اللي بيغضي الانسلين انه ما يصومش الناس هتستهرب بقى ويقول لي طب من السكر منضبط وكويس اه منضبط دلوقتي ولكن في لحظة ممكن تخش في غيبوبة غيبوبة سفاعة السكر خطر غيبوبة انخفاض السكر تؤدي الى الوفاة وانت مشوخة بالك في لحظة في لحظة تحصل الحاجات دهية ممكن تبقى نايم وثكر ينخفض وفيه فعلا حالات ووفاة كتيرة بتحصل ينخفض السكر اثناء النوم وتؤدي الى الوفاة والسبب ما يتعرفش بعض الاحان كمان فاذا مريض السكر القاعدة فيه انه هو ما يصومش طيب السكر كمان بنقسمه تمام الى ثلاث مجموعات مجموعة عالية الخطورة عالية الخطورة بتريع جمزة جدا وفيه خطورة عالية بس مش بالدرجة اللي هي القصوى وفيه خطورة متوسطة ما فيش مريض السكر مش في خطورة هما الثلاث مجموعات يعتبروا في خطورة طيب المجموعة اللي هو في خطورة عالية جدا 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 اللي هما ايه رقم واحد اللي بياخدوا الانسلين وخاصاتها اللي بياخد اكتر من نوع من الانسلين اللي هما سكرهم بيعدي فوق التلتميات وبالمناسبة عندنا الرينج بقى ثواء بقى نوع عول ونحنان بياخد قرص لو سكره بيقل عن السبعين او بيضعنا تلتمية ما يصومش يفتر في هذا اليوم على الاقل تمام يبقى المرضى اللي هما عالية الخطورة جدا 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 تمام واذا كانوا بياخدوا انسلين او حتى اراس تمام ومصحوب معاهم امراض الكلا او امراض القلب السيدات الحوامل اللي هما عندهم سكر اللي ياخدوا انسلين تمام الناس اللي هما قلنا عندهم ارتفاع في ضغط الدم مع السكر نفس الكلام دولة مرضى بيشكلوا مرضى عالية الخطورة المرضى اللي هما دخلوا في غيبوبات قبل رمضان سواء الغيبوبة ارتفاع سكر الدم اللي هي الكيتونية او انخفاض سكر الدم طبعا الجلوكوز المغازي الاساسي او الرئيسي بتاعها بتاعه هو الايه الجلوكوز فاذا المخ ما كانش يوجد به الجلوكوز الكافي يموت في خلال لحظات ودي هي الميكانيزم او الاساس في انخفاض سكر الدم بيؤدي الى رفاة السريعة لعدم وجود طاقة بالمخ المخ بيقف في لحظة الانسان ممكن يموت في لحظات المعدة وشفت حالات كتير جدا سكره مصل 16 و 17 و 12 و بفضل الله الحمد لله يعني اعتقد بفضل الله لحقت كل الحالات دهيت فطبعا افتكر اخر مرة بعد الفطار مباشرة جات حالة ليا طبعا هي بتتعلج من السكر وسنها زغيرة وسكر منها الاول شارس جدا اللي هو معطاهم ده على الانسولين لان سن ده كنبولة موقوطة تمام يعني انسولين زيادته تتعب نقصانه برضو يؤدي الى الحالة المرضية اللي تفعى سكر الدم تمام طبعا جات بترجع ومغس غيبوبة حللنا لها الاسيتولي انها تلاتة والسكر فيري هاي طبعا الجهاز تقريبا ما اقراش يعني دي تعتبر غيبوبة السكر طيب رجعتوا اسألهم يا جماعة ايه اللي حصل كالة ايه بقى كالة شربت مشروبات غفية كارسة كبيرة جدا اكتر حاجة تعل السكر وتعمل ضغط دي كلها شموم تبليه ما فيه بيت طمراية فيه عصير كويس ممكن نشربه تمام وكالة محشياته وبتاعه كارسة كبيرة جدا هذا النمط من الغذاء الناس كلها تبتكر ان رمضان وجبتين الصحور والفطار او الفطار والصحور غلط رمضان تلاتة وجبات برده المفروض انا المغرب بيقول الله اكبر تمام بفتر على طمرا كباية عصير ويا حبازة بقى لقى عصير كويس عشان الانفروانزة المنتشرة لمندون سواء موسمية ولا كورونا عصير برطقان مع جذر مع جوافة كل دي غني فيتامين سي وكمان ممكن نصلي العشاء والترويح ونبدأ ناكل الانسان ما ياكل بسرعة وفي خلال نصف ساعة بيشعر بالشبع والامتلاء ويرتفع السكر بترأي جمد جدا ودي مكمل الخطورة هنا ارتفع السكر وانخفاضه يعني ارتفع السكر وانخفاضه دي كارسة كبيرة يبقى قبل الفطار كان مثلا تستمية ولا مية وعشرين تمام وجاء بعد الفطار ووصل لستمية وسبعمية يضمر الاوعيات الدموية يضمر جميع الاجهزة يخش الانسان في غيبوه بقى الغيبوه بقى ممكن تيجي معها جلطة في القلب وشوف تقف حالة كتير جدا غيبوه بقى سكر مع جلطة في القلب سكتة دماغية لان السكر بيأسرع الاوعيات الدموية عندنا فيه حاجة اسمية ماكرو باسكور كومبوليكيشن ومايكرو باسكور كومبوليكيشن بيأسرع الاوعيات الدموية اللي هي الكبيرة والاوعيات الدموية الصغيرة الاوعيات الدموية الكبيرة بيعمل ايه؟ السكتة الدماغية الجلطة او النزيف يخش على القلب كسور فعضة القلب جلطات في القلب تصلوا في الشرايين الكورونارس تمام الاوعيات الدموية الصغيرة بيخش على الكلا يضمرها وبيخش على العين بيصاب بالعامة والمية البيضة لو عايق الدمية الكبيرة بيخش على الرجلين بيعمل حاجة في مكادة من السكري وده موجود في حالي 10-15 مئة من الناس اللي بياخدوا إنسولين يبقى إذن أنا ماينفعشي على أول ما المغرب يقول له الله أكبر أروح فاطر على أكل جامد ويفضل أكل كل ما لازد وطب قدامي غلط لا مفروض على ثلاث وجبات كلت الوجبة الثالثة أخش على الصحور برضو الصحور في احتصال جامدة جداً فوقت الصحور بالنزل مريض السكر مهم جداً نحن نقلل لجرعات سواء راث أو إنسولين لأنه هو يصوم فترة كبيرة جداً أخذ إنسولين بالكمية اللي قابلها أو زودها شوية ممكن يجي مثلاً على قبل المغرب سكره يصل لـ 30 و40 واخدش بغيبه بك وعندنا قاعدة لو سكره أقل فيه ناس ألس 70 وناس ألس 80 وناس ألس 60 أقل من 70 عن مثل لازم يفتر حتى لو قبل المغرب ساعة 20 لازم وإن زاد على التلتمية برضو لازم يفتر لأن في هذه الحالتين مضاعفاته خطيرة جداً والحالة الأولى اللي هو انخفاض السكر ما يكونوا أخذش بغيبه زي ما قلنا وده اللي بيأخذ الإنسولين يعني إذا ما قلت حضركم دي كنبلة موقوطة فما يحاولش يجادل ويحاول يكابر إن الله عن تأعذي بهم لغنيه ما تعذبش نفسك ربنا نغني عن كل هذا إن الدينة يصل لقيت نفسك بتاخد إنسولين القاعدة بتاعتك إن أنت مصمش فعدته من أيام أخر أو فدية مش تقدر تصوم فيما بعد يبقى فيه فدية الأمراض الحادة فعدته من أيام أخر أمراض المذمنة اللي هم أمراض القلب اللي نتكلم عنها وأمراض الكبد وفدية وربنا يسمحك يبقى إذن إحنا دلوقتي ما نكبرش طالما فيه قواعد عندنا في هذه الأمراض لازم نتبعها ونتبع نساح الطبيب المعالج المرضى النوع الثاني المعتمدين على الأقراص اللي هم بيأخذ عادة مثلا من نوت فورمين مادة أمنة جدا شوية وسكرات ومستوى السكر بتاعه منضبط برضو مش ألاقي مثلا سكره 300 و400 هو المفروض كان مش على إنسولين ومش عايز يمش على إنسولين عشان خاف من الشكة الإنسولين ده بيعالجوا السكر يحمل مضاعفات ولكن القراص يدوبك بس بتعالجوا السكر وممكن ما تحميش المضاعفات فيه مواد تاني بيأخذها اللي بتحفز إفراز الإنسولين من البنكريات في البيتا فيل دولة برضو المفروض نقلر الجرعات شوية ساعة الصحور طبعا الحمد لله في قراص كتير جدا وأنواع كتير جدا طلعت الإنسولين وأصبح الإنسولين دلوقتي يعني أو أصبح علاج السكر دلوقتي متاح وطلعت أقراص وطلعت حاجات كتيرة جدا في الأقراص صورة علمية كبيرة جدا طبعا مشكلة السكر في مضاعفات زي ما قلنا مضاعفات خطيرة جدا على جميع الأجهزة السكر ده قاطر متسلسل وقاطر مبنى من بارد طبعا طب بالنسبة للغذاء بالنسبة عامة لمريض السكر الناس يفقاني طبعا ناكل إيه طيب أنا مش عارف الأكل بتاع إيه لأ نظام الغذاء من الإنسان مبتدى شخص أنه عنده سكر لازم يمشي على نظام الغذاء معين طبعا السكر وإحنا في رمضان المفهول ما يزيدش العشواء عن 180 الصيب ما يزيدش عن 130 اللي هم يجل من إيه ونسي الطراقهم ما يزيدش عن 7 الوجبات عندنا أو وجبة مريض السكر أو الإنسان اللي عنده سكر هو ما يعتبرش مرض ده ده أنت لو صحبته خلاص معك استوش ما دقيقتوش هيبقى ماشي معك تمام قوي مش هتحيش تبقى أي مضاعفات صحة في رمضان وغير رمضان يبقى معك الجهاز المريض السكر من يعقل ما عندهش جهاز ما ينفعش جهاز وانتوتش نضيف من الشركة موصوك فيها تمام شاريته متوفرة تمام يازم يبقى معك على طول فترة الصيام بالذات مش مثل لو عريقت اقول بقى إحنا ناخد حاجة مسلقرة لو كذا ما ينفعش الكلام ده كله انت مش هتحكم معنا أفسك احنا كطباء لازم يكون معنا الجهاز ده كبير فإذا مهم جدا مريض السكر يكون عنده برضو جهاز ده كده هود وخاصة في النوع الأول اللي هو معتمد على الإنسولين بالنسبة نرجع للوجبات الوجبات بين السمع لأربع تربع الربع الأول البروتين الحيواني اللي هو الفريخ السمك اللحمة طبعا اللحمة اللحمة الجذرة عمتا سواء بيضة أو حمض بيضة دي ممنوع عليه تماما اللحمة الحمضة كمية بسيطة عشان بتعمل نقرة وشوفتها في حالة كتير جدا قدرت فع الضغط وعدم تزام السكر البروتين النباتي زي مثل اللوبيا والفصولية تمام ونخدش براك انا شويات الربع التالت الرز والمكارون والعيش والعيش العيش البلدي اللي هو أبرد مش اللبيا اللبيا ده ممنوع سمون بيضاء أربعة الملح والدهن والعيش اللبيا ده السكريات الدهن ممنوع على كل ما السكريات ممنوعة إلا السكر اللبيا سبحان الله السكر الناتج من الفواكة طبيعي وهض مثال وما يقصرش ولا يرفع السكر يقصر على مربط ببطران اللي بقصر عليها السكر الرابعة طيب الربع الرابع نرجع له تاني اللي هي الصلطة سواء صلطة الفواكه او الصلطة الخضرة اللي هي فيها خمس الوان تقريبا زي الجرجير الخفص الجذر الفلفل اللغدر الفلفل اللصخر الفلفل اللحمر تمام طيب ان شاء الله فاصل ونواصل بإذن الله اهو قاسف جدا معانا مدخلة اه اتفضل زينب معليش المايك بس فيلت شوي ايوة اتفضلي اتفضلي يا حجة ايوة دكتور انا عندي سكر انا عندي سكر بلع شب سنين ايوة اتفضلي معايت اه وعندي ضغط تمام وعمل دعام في قلب والسكر عطول عادي معايا باخد ماكرون ايوة 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 تمام سنة كم سنة يا حجة ستين سنة ستين تمام ستين تمام يا حجة انت كده يعني لازم تكوني فت للصيام يعني يكوني فعلا السيام لو انت شايف نفسك طبعا انت عندك عامل خطورة كلها السكر من عشر سنين وده بيبدأ يعمل مضاعفات على الكلا وبيبدأ يعمل مضاعفات على العين وفجود ضغط فجود دعامات يعني انت لو شايف نفسك اه مستوىات السكر عندك لازم تكون مضبطة جدا زي ما قلنا ما زيدش عن تلتمية ابدا يعني حتى انت في وجود عامل خطورة ليه مش هايزة زيد عن بيتين وخمسين كمان وتخلي بالك من انت فضل السكر برضو ولو ان انت انت عرض اكتر لارتفاعه في وجود امراض القلب طبعا اه وفي وجود دعامات فأصبح انتك عامل خطورة جدا يا حجة لان احنا عندنا في امراض القلب في وجود دعامات ربنا ممكن يصرح لك بروخصة للصيام للفطار اسف تمام طالما انت شايف اعراض بيجيلك قلم في السيد الوقت للتاني بيجيلك لا 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 بجيليش حاجة بساطة مقاملت الدعامة الحمد لله طيب تمام جدا طيب ايه سؤالك برضو يعني عشيها وانا بقولك انا انا ادرا صومي طالما حضرتك ادرا صومي تمام تضبطي الضغط بتاعك مهم جدا الضغط بتاعك ما يوصرش للمستويات عالية السكر بتاعك زي ما قلنا الارقام النظام الغذائي طبعا زي ما قلنا فيه نظام الغذائي للقلب اللي تبعدها عن الدهنيات طبعا والملح نظام الغذائي للسكر نبدأ عن السكريات وبعض الفواكه اللي عندنا اربع فواكه البلح والتين والمنجة والعنب والموس كمان معاهم يقولوا السكري تمام تمنع طبعا الحلوات المصنعة كلها ممنوعة منعبات تنعليك اللي هي الجاتوهات وإلى آخره تمام وطالما السكرك متضبط وهم تبعاء ما يجراش حاجة مش هنقول احنا عندنا اللي هما مركبين دعامات حديثة وبياخدوا بلافكس واللي هما قبل مثلا من شهر رمضان ب13 ولا حاجة عاملية قلب مفتوح تمام لازم دولوا يعد رمضان وما يصموهش تمام اللي هما بيجي لهم قلم كتير في الصدر زبحة صدرية زبحة قلبية غير مستقرة تمام عدم مستقرة زبحة صدرية برضو ده الانسان بياخدوا ديناترا دايما بيحتاجوا اكشيجين تمام عندنا المراضي القلب بالذات دي بالنسبة لجميع المشاهدين طبعا فيها درجات يعني حتى عندنا ثلاث محاور في امراض القلب اللي هو الكسور في عضلة القلب فاشل في القلب ارتفاع في ضغط الدم فاشل في القلب اذا كان متكافئ ممكن يصوم تمام اذا كان غير متكافئ وبيحتاج مدرات للبول بصفة مستمرة ده ممكن ما يصومش وربنا اعطى رخصة انه يفطر تمام عندنا فيه اللي هو اللي هو كفاءة العضلة عادة ما فوت بقى اعلى من خمسة وخمسين اذا كانت في المستوى دي ده فاذا المفروض الانسان دهوض يصوم عادي خالص يبقى اذا لو جات له جلطة حديثة ازمة قلبية حديثة لازم برضو الانسان دهوض يفطر يعني واحد مثلا جات له جلطة في القلب وازمة قلبية قبل رمضان بشهر بشهرين بثلاثة لا يفطر لانه هو عرضة لمضاعفات خطيرة جدا ممكن تحصل له فيما بعد لانه احنا قلنا فعلا القعدة في امراض القلب اللي هي الصيام ولكن ممكن الانسان يخش في جباب رزوض الدم يزيد تمام يبقى عرضة للجلطات وما اشهرها جلطات القلب احنا قلنا يعني ملايين من الناس حول العالم بتوفى بالازمات القلبية دي رقم واحد في الوفاء في مصر وحول العالم تمام ليها النوبات القلبية في الوفاء فاذا النوبات القلبية ممكن تيجي في اي لحظة وخاصة للناس اللي عندهم عمر خطور ومركمين دعامات فيجب يحتاطوا ولازم يا حاجة تستشير الطبيب في رمضان وقبل رمضان واي اعراض تظهر عليك والتعديل الجرعات والقيس الضغط بصفة مستمرة والقيس سكر بصفة مستمرة وراسم القلب يتعمل قبل رمضان وتأكد تعملي فحوصات دورية مهم جدا ان احنا بعض الفحوصات ايه يا نشوف دهون الدم اخبارها ايه الصيام فرصة عظيمة جدا عشان كده بنقول القاعدة في امراض القلب ان هو يفطر لان فرصة عظيمة جدا ان ينزل دهون الدم اللي هي قصة المشاكل في كل امراض الجسم وخاصة امراض القلب ووعية دموية طيب الدهون نزلت من الشرايين اتخلصنا من دول المترصب على الشرايين اصبحت الشرايين انقباضها وانبساطها في مرونة اصبح الانسان في وقاية تامة من الجلطات والأزمات القلبية وده هنا فايدة الصيام ان الانسان خلص بينطنع على الأكل والشرب بيدي فرصة عظيمة جدا للأوايات الدموية انها تتخلص من الدهون الزائدة فاذا كده احنا دخلنا كمان غطينا بسؤال ده هوا غطينا امراض القلب الناس اللي يصوموا واللي ما يصوموا ضغط الدم لو وصل مثلا ل130 على 120 والارقام ده هيت لا لازم الانسان انا ربنا اعطلوه بحاجة انه انه يفتك لانه ممكن فيه مندخلة معنا اتفضل مصطفى اتفضل ايو لو سمحت يا دكتور اتفضل ايو لو سمحت يا دكتور معاك اتفضل انا بقول لك حدودة سبيل احمد خبز في القصر العيني وعندي جلدة في المخ من ثلاث شهور تمام الف سلام عليكم ويه ولا سلمك وقالولي ان انت عندك مرض بهجت ايوة تمام تمام اه ده امراض منعية طبعا زمان انت عارف اللي هو بيعمل جفاف في العين وبيأثر على بعض الاعضاء التناثولية ده بيبقى مرض مناعي اتفضل معاك اه هو لي انا حدودتك ينفعل السيوم والله ما ولا حسب انت انت جلت قلت جلت في المخ من ثلاث شهور اه لا لا ما تصمش ما ينفعش انت عرض ان الجلطات لان المرض ده مرض مناعي بيأثر على الشرايين وبيعمل فيها ايو ما هي هتجيلي على طول هم اديني علاجة مش عليها على طول طالما حصل لك ده حتى في الانسان العادي طالما حصل له سكتة دماغية او جلطة في المخ في ثلاث شهور قبل الشهر رمضان المفروض يفطر المفروض يفطر لان ممكن يحصل لك مضعفات لان هي طبعا انا ان شاء الله طالما انت ماشي علاجك وبانتظام ان شاء الله مش يحصل مضعفات لان احنا خفع بعد كده على القلب تماما على كل شهرين الجسم خاصة المخ والقلب اعزائي المشاهدين عدنا مرة اخرى نتحدث عن الصيام وتأثيره على الامراض المزمنة طبعا الصيام وتأثيره على الامراض المزمنة ذكرنا القلب والسكر فضل عندنا جاهزين مهمين ألا وهو معانة صال تفضل أم ياسمين تفضلي السلام عليكم عليكم السلام تفضل وقت التلفزيون شوية عندك وقت التلفزيون شوية عشان الصوت فيه ترددك وقت التلفزيون وعلى الصوتك شوية وانا حدثك لصة احنا برصع الشهر الثالث وعندي لصة وعندي لرضو عني يمين السؤال تاني أنا تيت عددها كالس عندك الصوت الصوت هني تفضع ولا مستخدم لا الصوت بيقطع خالص أنا أنا خدت بس جزء منها اللي هو الأنيمية هتكلم عن الأنيمية ما فيش مشكلة طيب بالنسبة هي كانت تتكلمت عن الأنيمية طبعا والخط قطع شوية بس أنا لقيت كلمة الأنيمية الأنيمية طبعا لها برضو احتواط كبيرة جدا في رمضان على سبيل المثال طبعا عندنا معظم السيدات المصريات والبنات بالذات اللي هم الصغيرين اللي هو في فترة المراكبة وفترة بيضات الدورة الشهرية بيكون عندهم أنيمية لحد ما تنقطع الدورة الشهرية طبعا الأنيمية أذببها كتير جدا طبيعة الأكل والشرب في الشباب الصغيرين تلاقيهم مثلا أكلهم الصحي معنا مدخلة اتفضل حسن المنثورة وعليكم السلامة وبركاته أهلا بيك وانت طيب أنا عند المدام عندها عفقة هضم ماشي بذلك مزمن يعني بغير فترة وديبنا لهمان ملاهات وما فيش خير يعمل تمام يعني مشكلتها عصر الهضم في حاجة تانية عصر الهضم كده ودايما على سن القولون تعيب القولون ها اه تمام 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 هجوابك حاضر طبعا بمناسبة شهر رمضان اللي احنا فيه يا رب ان شاء الله يعود علينا على جميع المسلمين والعالم كله بخير يا رب تمام هنخدش هنا في موضوع بقى إجابة على سؤاله قل له الصيام والجهاز الهضمي واجد الجهاز الهضم وضع يختلف شوية هو جهاز واحد اه بس فيه جهاز هضمي علوي وجهاز هضمي سفلي اللي هو بيتكلم عليه وجد ان الجهاز الهضمي سفلي هو قولون وقل له معاي والحاجات دي كلها طيب ناخد اتصال تاني شادي يا منصورة تفضلي سمعني عليكم السلام بس محت يا دكتور تفضلي انا عندي السكر عندي السكر يعني كنت محللة والسكر تلا عندي في التراكمة السبعة سبعة يا دوبك على الحركك يعني ماشي بالنسبة للصيام اه تمام وحضر لعدا قبل الصيام يا دكتور تمام جدا مش بطار ماشي كوي انت بتاخدوا انسلين ولا اقراس اقراس ولا انسلين لا العلقة على اقراس تمام تمام جدا اقراس انت سنك كم سنة 34 طيب انا عايز تحرسي لان السكر في المحللة بتاعتك ممكن يمر بعض المضاعفات فمش معنى ان السكر مظبوط بقى ان الدنيا كويسة ان شاء الله الدنيا كويسة معاك والسكر منضبط بتاعك ولكن في حاجات تانية لازم تطمئن عليها لازم تطمئن على الكاشف الدوري تكشفه عند دكتور العيون تكشفه عند دكتور الأسنين تمام الكلا القلب تمام طبعا السكر زي ما انت عارف انت كده مظبطة فلازم برضو في حاجات تانية لازم نشوفها لازم دكتور القلب تطمئن من ضغط كويس تطمئن من رسم القلب تمام دكتور العيون برضو ان السكر لهم وضعفاته على العين ضعفاته على الأسنين تعملي تحليل روتينية تحليل بول بسيط بربكم في الصديد وقاملاح وشفت جدا نسبة كبيرة كبيرة جدا عندهم بيبقى صديد في البول مشاخدين بالهم والسكر عالي عمالين ياخدوا علاجات ويزودوا العلاجات واكتشف ان معامل تحليل بول بسيط نكتشف فيه السكر موجود وموجود مع نسبة صديد عالية جدا تمام شوف وظائف الكلام من وقت للتاني تعملي دهون الدم ومهمة جدا خاصة سواء وزن بقى زيادة سرطان سادي بالصوم هي في رمضان ننفع لها سيما اللي ننفعتي بالنسبة لسرطان السادي طالما انت طالما هي يعني مش ماشي عليك كيمية وقوة جدا يسبب لها أنمية ومضاعفات ممكن تصوم عادي طبعا هو ده موضوع يخص الجراحين شوية ولكن طبعا أنا عرف أن الناس اللي هم عندهم سرطان السادي بعض الحين بيأخذوا جرعات كيمية وعالية ولكن انت عاملها أكيد هي عاملها من بقالها فترة فإذا الصيام عادي بالنسبة لها خالص ما فيش أي مشكلة طالما هي ما فيش أنمية عندها ما فيش الأمراض المصاحبة للأدوية الصعبة اللي بتاخدها عادي ممكن تصوم لو الصحة العامة بتاعتها كويسة وبالنسبة للأنمية هي عرضة طبعا للأنمية الأممية عندنا من 7 إلى 9 المفروض الإنسان ما يصومش وخاصة لو 7 ده بيحتاجنا لدم تمام 10 أو 11 نبدأ بقى إيه نخليه يأكل الحاجات اللي فيها الحديد الطبيعي طبعا سواء مثلا الكبد مثلا الطحل الحاجات ديها فيها حديد سريع جدا سواء بعض الخضروات مثلا برضو فيها حديد تمام العسل اللي سود في يعني هي ممكن فيه من ضمن المضعفات الخطيرة جدا في العلاج الكيميائي وطبعا أنه بيعمل أنمية اللي تخص الموضوع بتاعنا الصيام مع الأنمية اللي عنده أنمية جديدة جدا ما يصومش طبعا وده بيرجع بقى تأثيره على الجهاز الهضمي اللي احنا هنخلش فيه بعد كده الصيام وتأثيره طبعا على الجهاز الهضمي نرجع لموضوعنا تاني بالنسبة للصيام والجهاز الهضمي وبرضو للسؤال اللي سأله الأخ المشاهد أنه بيقول القولون والانتفاخات والإمساك الحاجات دي كلها سبحان الله بتيجي في شهر رمضان بتخف وتبقى كويسة طيب شاد يا معاينا تاني تفضلي أيها بقول لحضرتك يا دكتور أنا ما عملت التحليل ده صلي على السبعة تراكمية يعني أنا كده عندي سكر آه سبعة المفروض للسكر بتاعكي إلا عن ستة ونص وبعدين انت مفروض تعمل لي بقى سكر صايم وفاطر ما عملته يا دكتور الصايم ما يزيتش عن مية ستة وعشرين والفاطر عادة ما يزيتش عن مية واربعين أنا عملت التحليل بعد كده بعد ما باخد العلاق بلا ايه مية وعشرة مية وتسعة بس أنا باخد العلاق كويس ممتاز جدا خلاص انت تتبع سترامع بدأت علاق في السكر ده مرة المزمن ما عرف بتعايز عرب بس فيه كده سكر ولا أنا باخد علاق وخلاص آه طبعا سكر ما انتم مفروض برضو الصايم بشو فيه في قاعدة واتنين اكتر مية ستة وعشرين يبقى بعندك سكر الفاطر برضو لو السكر اكتشفتيه ورقمك فوق الميتين فاول قادة يبقى اصبح الشخص انه عندك سكر هتمشي على نظام غزائي في الاول بعد كده ما انفعش نظام غزائي بتاعك بالمشيكي بالاركام اللي احنا قلناه بالمشيكي على حاجة اسمه المية فورمين لمدة تلتة اسابيع طيب ما زال مستوىات السكر عالية الصايم فوق المية ستة وعشرين والعشواء بيطلع فوق الميتين والفاطر بيطلع فوق المية واربعين ومية وستين تمام بنمشيكي بعد كده على قراس تحفز الانسولين خروج الانسولين بيتا سيلز طيب ما نفعش القراس وسنك صغير تحرسي جدا لانت عرضه بعد كده انك تاخذي ايه الانسولين فانا نبهت واقول لك خلي بالك من نفسك عشان منجاش الانسولين السكر اللي بيجي قبل 40 سنة وفي السن المبكر ده للأسف يعني غلاية البيتا سيلز ممكن تتضمر مع الوقت فلازم تتبع النظام الغذاء المثالي تحلالي من الوقت للتاني تشوفي السكر ممكن يعمل مضاعفات على حاجة معينة او لأجهزة الجسم اللي احنا ذكرنا دي وتحاول تتشيري الطبيب كلهم في اختصاصه طبعا تمام فكده انت بالتحليل ده هيد عندك سكر اكيد تمام السيد ايه يتفضلي سلام عليكم عليكم السلام وصبرا لأ معليش تاني كده اخوك يميله تاني انيميا اه تمام تمام طيب بالنسبة طبعا الانيميا احنا اتكلمنا عليها من شوية الامنية دي درجات برضو تمام ناخد برضو الحديد لما تحاكمل على الاحماض الامنية عشان ده ما يتعبش المعدة لان فيه بعض لاجات الانيميا بتعمل امساك وحرقة في المعدة وخصصا في شهر رمضان فالانيميا شديدة وطبعا اكيد انتو بتقول له التحاليل سبعة تسعة منكم يفتر ان ما فوق الارقام ده هيت بيثوم عادي خالص وبيحاول يقل الأكل الصحي السليم لو كان مدخل يمنع التدخين على فكرة التدخين ده العدو الاول للانسان على جميع الاجهزة وفي جميع الشهور وفي جميع الاوقات يعني انسان ده وقت يقول لي انا بداخن وبس جيت في رمضان والحمد لله رمضان على فكرة فرصة طبعا زي ما احنا عارفين احنا امتنع عن كل هذه العادات السيئة يعني احنا دلوقتي شوفنا الحمد لله في رمضان الرئيس الامريكي بدأ يبارك لكل المسلمين الأميرة شارلز أميرة انجلترا نفس الكلام اصبح فعلا الاسلام دلوقتي حتى في مرض الكورونا الوضوء السنشاء كل ده بيحمينا من الفيروس بنخسر ايدنا خمس مرات بنستنشك بنمضبط بقنا يعني اصبح دلوقتي فعلا الاسلام دلوقتي بقى اصبح الغرب دلوقتي وانا كنت هناك وانتفع فين ان هم كانوا دايما يقولوا الدين الاسلامي حاجة فعلا كاملة متكاملة ولكن بيبقى صعبة عليهم او هم بيعتقدون ان ده صعبة عليهم وصل مرحلة لكورونا انتشرت يعني وفيات العالم دلوقتي تجوزت اكتر من 225 الف في امريكا الوحدة هنك نص العدد وباقي في اوروبا بسبب العدد والتقاليد السيئة في كل حاجة حتى المشروبات الدافية هناك كحوليات واسلب المعيشة والاكلات الصعبة للأسف حتى در المسنين عندهم عندهم بتلاقي در المسنين مليونة على الآخر مفيش برضو رعاية بتلاقي الانسان لما بيكبر مفيش حد بيسأل فيه معظم اللي بفيات حتى احنا شوفناها موجودة في در المسنين عندهم نسبة الامراض المزمنة عالية جدا وبالتالي تلاقي نسبة مسنين عالية جدا ودر رعاية المسنين منتشر جدا فيعني الحمد لله رب العالمين مجتمعاتنا الشرقية وفي ديننا اصبح فعلا الناس الناس كلها بدأت ترجع للدين الاسلامي حتى الشرقية التانية فيه معنا سؤال اتفضلي حاجة حاجة موية معانا ايوة ايوة دكتور ازاي حضرتك الحمد لله اه من فضلك انا انا عندي قلب ديء في الشجان التاجي تمام نفس السلام تمام اه والله ديء في الشجان التاجي بالنسبة للصيام عادي جدا دا انا مبتكلمش على الصيام انا الحمد للبصوم اتفضلي سؤالك ايه انا بس ايه عايز اقولك اسمائي الادوية اللي انا باخدها تمام عشان اشوف هنا مرشي الصح ولا لا تمام فيه دواء كان المفورد باخد دواء اسمه ادنكور تمام بس من الوقتي مش متوفر في المستشفى اه فعلا باخد رانليل تمام اه ودواء تاني اسمه اه اتوريزا اتوريزا ياريت تذكرين الاسمائي العلمية حاجة افضل بس مش مشكلة ماشي ماشي اتوريزا اتوريزا بتاع الدهون تمام ماشي وفيه تاني اللي هو كابسول كده اسمه نيتروغلسرين تمام ايوه 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 اللي هو زي نيترو ماكل حاجة ماشي اوكي وطوعا عشان عندي ضغط صداخل سينوبريل سينوبريل تمام طيب وهو حضرتك انت الادوية دي تفيها مضرات للبول شوية تمام اه فيمهم جدا انك انت يعني تزبطي العلاج بتاعك وتعملي رسم قلب وتعملي مجاز صوتيه على القلب ومجاز صوتيه على القلب بتشوف كفاءة العضل عاملة ايه تمام اه بالنسبة لعلاجك طالما انت كفاءة العضل عندي كويس محسيش بقلم في الصدر محسيش بنهجين تمام ضغط كويس تمام يعني ارتفاع الضغط خطر انخفضه فحالتك برضو خطر جدا يؤدي لفشل في عضرة القلب فانت الادوية اللي انت اخذها مش وحشة كويسة جدا وما فيش منها مشكلة خالف لان احنا عندنا اضغط ضغط 240 دوا في الصيدليات 240 دوا بنشوف بنختار الدوا المناسب لك ايه و بتستريح عليه شايف ان سواء بتاخذي للدهون سواء بتاخذي للتخويط عضلة القلب اللي هو الحاجات اللي قلت علي دي كلها سواء للضغط تمام كلها ادوية كويسة ما فيش منها مشاكل بس مهم جدا انت تتابعي الطبيب بتاعك على اساس تشوفي الدنيا كويسة ولا لا هل كفاقة العضلة ماشية كويسة هل مثلا من الضغط الدم ما يبصرش المستوى الضغطك طبعا ما يزيدش 14090 المفروض تحت اي حمل احوال تمام يجب ان احنا برضو نعمل بعض التحليل الروتينية تمام تشوفي النقرص تشوفي وظيفة كلم هما جدا تمام تشوفي الدهون طبعا من وقت للتاني الحاجات دي كلها مهمة في امراض القلب تمام الدهنيات بالذات يعني عندك الدهنيات ممنوعة عليك والسكر طبعا عمتنا السم الابيض والعيش الابيض ده تمام حتى مثلا في الاكلات بتاعاتنا صفور البيض ده من ضمن الحاجات اللي بنناعها اللحوم والدسمة برضو تحاولي تبعد عنها على قد ما تقدري تمام فاول نظام الملح اللي عادي اقول اول لك طبعا الملح الطعام لو كرويدو السوديوم ده يرفع الضغط ويعمل فشل في عضلة القلب مهم جدا ان احنا نبعد عنه الملح ده بالذات تمام فهي كده انا شايف انت طالما مضبطة نفسك بتشوفي بقى فيها اعراض ظهرة عندي بيتطبيع الطبيب المخصص بتاعك طيب نرجع لموضوعنا الصيام والجهاز الهضمي عندنا الجهاز الهضمي بقى بينقسم الى قسمين الجهاز الهضمي العلوي والجهاز الهضمي السفلي طبعا ارجع للسؤال بتاع الجهاز الهضم السفلي مش عارفين نجواب عليه لحد ده او ما فيش وقت نجواب عليه اللي هو الراجل بتشكي من الزوكس بتشكي من انتفاخات تمام جدا للجهاز الهضمي ان الامعاء والقولون والانكباض وانبساط بثلاسة خلاص الجهاز الهضم السفلي بقى أصبح فارغ من الطعام بأخذ راحة طول السنة اكله وشربه وزي ما قلنا الاكل اللي بسرعة والاكل اللي هو التكوي والحاجات دي كلها اللي بتعمل انتفاخات لما نوصل اصب فترة الصيام فترة عظيمة جدا ان الجهاز الهضم السفلي بياخد راحته ويجد ان فعلا الجهاز الهضم السفلي بيتحسن بنسبة كبيرة جدا في اوقات الصيام بالنسبة للجهاز الهضم العلوي الوضع يختلف شوية بس مش ابسليوت يعني مش دال اللي هو المية في المية لا برضو فعلا بعض الامراض فاحنا عندنا ما كلها مهمة جدا بتقول لك ذا الثمك يعني المعدة كلما كان عندما تكون فارغة بتبقى صحتها احسن لان المعدة اسف لو مالينا بالطعام بتبقى صحتها احسن لان المعدة فيها حمد الهيدروكوليد اللي هو الاسيديت العالية ممكن تاكل في جدار المعدة تمام وممكن الحمد ده يرجع المريء ويعمل اتجاح في المريء ولكن طبعا مش هقول بقى طب كده طالما المعدة بتستريح على الاكله بتاع نفط لا طبعا ده دلوقتي الحمد لله رب العالمين ربنا ما خلقش ده اللو ولو ده وق معنا اتصال الحاجة المحمد ايوه يا دكتور السلام عليكم عليكم السلامة وبركاته انا عندي سكر يا دكتور وفي السيام باخد بعد الفطار على طول باخد جينمت وباخد انثلين تاقص عشرة بالليل وبياخد كوليكوفاش في السحور وبعد الفطار اييه ميتين واربعين دايما ميتين وتلاتين يعني ما بينزلش عن الميتين والانثلين اما بعد ما باخد الانثلين بيبقى مية وسبعين مية واربعين يعني مية واربعونسابعين ساعات كوليكوفاش اخر حاجة كان مية وعش دي الأرقام دي مش عالية؟ لا والله أرقامك ممتازة بس إحنا عندنا قاعدة جدا في مرضى السكر بصفة عامة إن أنت بالضبط مفيش جرعات ثابتة في علاج السكر خالص بالمرة على حسب التحليل عشان كده دايما زي ما قلت في أول الحلقة لازم معاك جهاز تحليل السكر الجهاز يكون نضيف وراكي وتحليله بطيك جايب ألماني وجايب أمريكي وجايب حاجات حلوة تمام جدا بس يا دكتور دايما هي بس المشكلة عندي إن بعد الفطار دايما 240 270 لأيام رمضان دي ليه؟ هشوفي حضرتك إحنا عشان نضبط جرعة الفطار بتحللي قبل الصحور وشوفي لو سكر عند الفطار حللتي لقيت نازل جدا دايما حتى إحنا قلنا إيه نقلل الجرعات شوية في رمضان بتاعت الصحور بذات تقلل الجرعات شوية بتاعت الصحور دي أول نقطة أنا في الصحور يا دكتور باخد كل كفاش ما يجراش حاجة بجل كفاش ممكن مثلا لو لقيت السكر صاعة الفطار لأيتيه والأرقام بتاعت كلافقة مش وحش هي يعني يعني 240 مش وحش معقول جدا بس مهم جدا برضو صاعة الفطار ما تقليش مرة واحدة قلنا طبعا طمراية عصير فريش الفاكر اللي إحنا قلنا عليها تمام بعد صلاة الترويح تبدأ تاكلي وتاكلي طبعا ببطء شوية دا حتى دا ما بنقول ان انتم مفروض تاكلوا واجبات صغيرة وسريعة خمس واجبات في يوم رمضان مش هينفع ان رمضان بتقول دا سببتين لا احنا بنقول دا هما ثلاث واجبات فانت لو مشيت على نظام وقسمنا طبعا نظام الغذائي لأربح ترباع زي ما قلنا البروتين الحواني والنباتي والناشعويات وطبع الصلطة وبكميات المعقولة البسيطة هتلاقي ان مساءات السكر عندك الزبطت لقيت نفسك سكرك حللت في مرة لقيت سكرك سبعين واعلى من تلتمية افطاري عندك رخص للفطار وخاصة وخاصة في وقت الصيام خلينا مثلا مجيت عفاعة طبعا طيب معنا مداخلة اخرى سامح الجيزة السلام عليكم اتفضلي عليكم السلام يا سامح سامح يا دكتور اتفضلي انا كل فترة كده بيجيلي اللي انا ايه بيجيلي نوم يعني لنا بفضل نايمة كل اليوم نوم فضيع او والاسبوع اللي فات دوت جالي الموضوع دوت ومكدتش عالي فاكر خوله يعني انا الحمد لله ما باخدش علاج لأي حاجة تمام جدا تمام يعني انت مشكلتك دلوقتي في ان انت بتنامي عدد ساعات اكتر شوية بتنامي كم ساعة انت ليكي سبعا من سبع لثمان ساعات اي انسان بالغ لو سبع لثمان ساعات انا نمتي اليوم ده ما قمتش على العشة تمام طيب طبعا احنا عندنا يعني حالة خمول مثلا بتبقى اشهرها عندكم ويا ما تشفت حلقة كتيرة جدا خمول الغضة الدرقية خمول الغضة الدرقية دي من اشهر الاسباب اللي تخلي الانسان خامل دايما والوزن بيزيد ولو عرق كتير ودهون الدم بيزيد ولكن طبعا التحليل هو اللي بيحدد بنحدد بتحليله هرومون اسمه TSH ده انديكيتور كبداية لقتيه الهرومون ده عالي يبقى اذا عندك خمول في الغضة الدرقية بنبدأ نعمل شعة الريفزينية على الغضة الدرقية بنشوف T3 و T4 بنعمل تحليل تاني اضاق شوية اللي بقى نسبة فعلا ان فيه خمول في الغضة الدرقية ممكن برضو لو عندك شوية انيميا برضو السبب لك خمول الانيميا طبعا دي لها عرق كتيرة جدا بيبقى فيه نهجان فيه تنميلات الوجه بيبقى مسفر شوية برضو طبعا مصحبها بخمول تمام وممكن بعض الامراض المزمنة زي الانيميا طبعا بالاضافة ان انت مفروب تعملي كومبيلية الشيك أب لو لقيت الموضوع بقى هيبقى مزمن معاك وبيطول بتعملي مثلا مجوى الصوتية على البط تشوف وظيفة كيلة وظيفة كبت برضو امراض الكبت من ضمن الحاجات برضو لتخلى الانسان بيبقى خامل الدهون لو عالية نفس الكلام تمام فانت محتاجة تعملي شوية فحصات بعد كشف ضقيق نحدد بالضبط ايه سبب الخمول اللي عندك ده لانه ممكن يطبط بالجهاز الهضمي ممكن يطبط بالغدد الصماء تمام فطبعا لما بتنامي عدس عكتين ده حاجة طبعا مش طبعية تمام فيجب تستشيري الطبيب المختص على اساس يشوف ايه السبب ان شاء الله طيب نيجي للجهاز الهضمي العلوي اللي كنا نتكلم عنه بالنسبة طبعا زي ما قلنا المعدة والمريء والإصناعات دول بيهم الجهاز الهضمي العلوي دول فعلا يعني في بعض الأحيان الصيام بيأثر عليهم شكل ولكن بفضل الله لما طرعت بعض الأدوية اللي هي مثبتات الحمد المعوي تمام المعدي اللي هي البرتن بامب انهيمتور أصبح دلوقتي الحمد لله رب العالم يتخل كل 12 ساعة الصيام عندنا يعني في جميع بلدان العالم من 8 إلى 16 ساعة عندنا في مصر 14 إلى 15 ساعة أفبح دلوقتي الأدوية الحديثة اللي طلعت اللي هي بتعالج التهابات المعدة وكرحة المعدة بقت بفضل الله دلوقتي الإنسان بيصوم عادئ خالص مفيش بقى رخصة هنا للفطار مش يقول لا ده الدكتور قال إن المعدة لو فضيت بتأثر وتتاكل والقمض المعوي المعدي بيأكل جذارها لا مفيش الكلام ده يبقى إذن المفروض أنا دلوقتي عندي كرحة معادية ناشطة تمام ممكن فعلا أفطر برجع في قدامه ربنا أعطي لك رخصة خلاص للفطار طالما رجعت ما بدأين خلاص ألم شديد مستمر بيسمع في الضهر والشخاص إن فيه كرحة بالمنظار تمام يبقى ده له رخصة إنه يصوم إنه يفطر إيسف ما يصومش يبقى إذن الكرحة المعدية الناشطة الإنسان لازم يفطر فيه بنيجي المريض الكبد الوضع بتاعه يختلف شوية الكبد عمتا من أهم الأعضاء في الجسم طبعا وهو بيسمى جروكوستات اللي هو ميزان السكر السكر الزائد بياخد الكبد وطلعت الحاجة فإيجا لا يكشت فيروس C مريض الكبد الحد والمزمن فيروس C عادة بيبقى مزمن نخش مريض الكبد الحد اللي هو الوباء مثلا من إيه ده المريض ده يحب السكرات جيدة ونجبه ياخد السكرية وإذن زي ما قلنا الأمر زي ما قلنا زي ما قلنا الأمراض المزمنة عندنا في الكبد فيه مرض مزمن ومالرحال فيروس الكبد يسيه عادة بيبقى مزمن والكبد طالما متكافئ وشغال ممكن يصوم طيب الكبد مش متكافئ مش متكافئ إزاي بيخش بغي في غيبوبة كبدية عنده استيس أجامد عمل بازل قبل كده فيه أورام على الكبد ده ربنا عطاله رخصة للفطار وما فيش عادة من أيام الأخر خلاص ما يزعلش والثواب عند الله موجود فإذن المريض الكبد غير متكافئ زي مريض القلب اللي مش متكافئ اللي هو عنده فشل في القلب ويخل مضرات البول دايما ده ربنا عطاله رخصة ويفطر طيب لو الكبد متكافئ عندنا برضو زي نظام القلب ممكن يصوم فيه ناس عندها تلفوا الكبد وماشي على علاجات وكويسة فيه ناس كعندها بفضل الله دلوقت حملت مليون صحة عالجت الضغط والسكر وفيروسات الكبد الحمد لله بقى فيه مسح شامل دلوقتي أصبح فيه علاج لفيروس C فيروس B برضو أنتر كنترور الحمد لله طالما الناس خدت العلاج وبدأت الحمد لله بالفحوصات الدورية بنعمل مجرسة وطيب موقت للتاني عشان لو فيه بقرات ظهرت ولا أي حاجة الموضوع ما بيخلص برضو يا جماعة تمام فمريض الكبد المتكافئ بيصوم عادي خالص إنما اللي هو غير متكافئ اللي هو الحالات اللي قلنا عليها السيطة في البطن بيعمل بس بيخش في غيبه بس ده يفتر وما لوش بقى عدة من أيام أخر لا ممكن فدية فطبعا احنا هنا كلمنا على الجهاز الهضمي نخش برضو على الجهاز التنفسي اجه طيب طبعا الوقت دهامنا يا جماعة قالوكم إن شاء الله يعني في حلقة قادمة بإذن الله نلتقي بكل سنة وانتوا طيبين إن كنت قد أحسنت ففضل من الله نعمته وإن كنت قد أساءت فربنا يخفر لي ولينا جميعا يا رب وإلى لقاء آخر بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته